اشتركوا في القناة ان الشخص ان يفرغ منها بسرعة او يقرأ الكتاب القراءة العادية فكلما اطال النفس وحاول ان لا يقرأ الا بصفاء ذهن كان مردود الفائدة عليه اكثر يبدو ان الشيخ الالباني خرج احاديث الكتاب من باب الاعجاب به لان نفسه في التخريج ليس نفس الشخص الناقم الذي يريد ان يفسد الكتاب بل يصوب الكثير من الروايات التي يرويها المؤلف فقد يرويها المؤلف من طريق ضعيف فيأتي الالباني ويذكر انها تصح من طريق اخر ومع ذلك تجد الالباني يقول عن بعض المرويات لم اقف عليها فهذا عجيب لشخص مثله ولم يعقب الشيخ العزالي ذاكرا مصدرها لكمال الفائدة وفي نهاية حياة الشيخ الالباني عمل على كتاب اسماه صحيح السيرة وكان تنقيحا للسيرة النبوية التي اوردها ابن كثير في البداية والنهاية ولكن توفي الالباني قبل ان يتم كتابه وقد وقف عند حادثة الاسراء والمعراج وقد اكتفى الالباني في كتاب الغزالي بتخريج الاحاديث مع شيء قليل من الاثار واوردها بشيء يسير من التعقيب على متن الكتاب وقد رد عليه الغزالي في مقدمة الكتاب حول منهاجية الاستدلال في السيرة فحكى انه يجوز الاستدلال بالاحاديث الضعيفة سندا ان كان متنها موافق للقرآن او حديث صحيح اخر ثم حكى انه قد يستدل باحاديث ضعيفة تكون مقدمة تمهيدية لاحاديث صحيحة مثل قصة غزوة بن المستلق فالغزالي يرفض الاستدلال بما في الصحيح رأسا والذي ذكر فيه الغزو الذي حصل على حين غره ويرى ان هذا يتعارض مع مبادئ الاسلام في حال الحرب وان لا بد ان تكون هناك مقدمات لحصول ذلك ومن بينها الرواية التي اوردها ابن جرير والتي وهنها الالباني ويبدو ان الغزالية اهمل تخريجات الالباني والتعقيب عليها مع الوقت ففي بداية الكتاب قد تجده يعلق على بعض التخريجات ويقول مع نقد الاستاد لهذا الحديث فنحن نقبله لان معناه يوافق الآية ولانه من الفضائل واحيانا يحصل شيء من المناكفة في الهامش فيقول الغزالي مثلا معقبا على كلام الالباني الحق ما قلنا وليس للشيخ وجه في اعتراضه ولذلك لان الالباني كما اسلفنا لم يكتفي بالتخريج فكانت له بعض الملاحظات اليسيرة على ما وجد في المثل واطول رد للغزالي على الالباني كان في قصة الراهب بحيرة كما في هامشي صفحة 54 وللغزالي رؤية معينة في النظر الى امثال المعجزات وعلم الغيب فطمس ذكرهم تقريبا من السيرة وقد اوضح منهجه هذا في المقدمة وهو انه ضد التوسع المذموم لهما مع ايمانه بهما ولذلك قد تراه يتكلف احيانا في تأويل بعض صوره مثل حديث عدي في البخاري لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى فيقول الغزالي معاقبا والحق ان هذه الاحاديث واشباهها لم تكن اخبارا بغيب وانما تصديقا لوعد الله بان المستقبل لاسلام وبان هذا الدين سيسود المشارق والمغارب ولم يلتزم الشيخ الغزالي بسرد الاحداث التفصيلية في السيرة بل يكفي ان يستدل ببعض الشواهد ويهمل البقية ويركز على احداها وقد يسقطها على الواقع المعاصر او يحكي الفائدة منها باسلوبه الادبي الجميل ولو اسم المؤلف كتابه لمحات من السيرة لكان افضل لانه فقه السيرة قد يفهم منه ان المؤلف سوف يستنبط احكاما فقهية وهو لم يفعل غالبا وانا ارى ان الفائدة تكون اكثر عندما يقوم مؤلف الكتاب بتحليل الاحداث بدلا من ان يرويها كما هي فقد يلفت انتباهك لامور لم تكن منتبها لها واحسب ان الغزالية في بعض المواضع جعلني افهم الموقف بشكل اوضح من فهمي لها اثناء قراءتي كتاب الرحيق المختوم مثلا وذلك لانه كان يحلل احيانا او يقرب لك تداعيات الحدث واثاره وفي خاتمة الكتاب تخللت بعض الفصول شواهد هي ضمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست ضمن السرد التاريخي مثل الرد على شبهة حول تعدد الزوجات ونمط حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اجاد وابدع محمد الغزالي في الرد على هذه النقطة وقد ذكرها قبل عودة الرسول الى مكة ومرضه وثم وفاته صلى الله عليه وسلم وتلمح في كلام الغزالي توصيفا جيدا لواقع الحكام المعاصرين كما في الصفحة 273 و276 والغزالي من الرعيل الاول للاخوان المسلمين ولكن حصل له خلاف مع المرشد حسن الهضيبي ادى ذلك الى ترك الجماعة وله كتاب اسمه من معالم الحق في كفاحنا الاسلامي فيه شيء من ذكرياته وانتقاداته لرفقاء الدرب والاغلاظ عليهم فاقول يمكن والله اعلم ان هذه البصيرة بالواقع كانت نتيجة الحياة الحركية التي عاشها الغزالي مبكرا وختاما اقول ان الكتب التي تكلمت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد المستنبطة منها قد تعددت واحيانا لا يخلو الاسقاط الايديولوجي عليها واحيانا هذه الكتب تكون مجرد تجميع واحيانا تنقيح كما هي مشاريع صحيح السيرة واحيانا تشريح كما صنع مونير الغضبان الذي الف كتابا من 11 مجلدا بعنوان المنهج التربوي للسيرة النبوية في الجانب السياسي والجهادي والقيادي والفقه والاخلاقيات وله كتاب مشهور ايضا المنهج الحركي للسيرة النبوية وكانت هذه المؤلفات مما نصحت بها بشدة هذا والله اعلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين